هناك معلومات عن عملية دهس في مستوطنة عفرة شمال شرقي القدس هل من تفاصيل بعيدا عن الانتخابات طبعا ليست بعيدا عن الانتخابات الجيش الإسرائيلي لا يقرأ ذلك قبل قليل كان هناك محاولة فلسطيني أن يدهس جنديا إسرائيليا قرب مستوطنة عفرة وذلك في إطار عملية أمنية كما يقول الجيش الإسرائيلي وتم على حد الرواية الإسرائيلية لغاية الآن تحييد هذا المنفذ الفلسطيني دون أن يكون لديك أي إصابة عند ذلك الجندي الذي كان يقف قبالة المستوطنة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي أيضا قبل قليل كان هناك مسمى بالتحليلات الأمنية العسكرية الإسرائيلية الذي قال بأن حركة حماس سوف تستغل قرار التأجيل الانتخابات الفلسطينية للقيام بعمليات أمنية ضد أهداف إسرائيلية والجيش الإسرائيلي يحذر من أن ذلك لربما سوف يؤدي إلى تصعيد ميداني ليس فقط بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولكن أيضا لتحريك عدد من الخلايا النائمة الموجودة في مناطق الضفة الغربية هذا تم قراءته قبل قليل من قبل الإعلام الإسرائيلي الذي قال بأن تأجيل الانتخابات ليس أمرا داخليا فلسطينيا ولكنه أمر يمكن أن يؤثر على الأمن الإسرائيلي قبل دقائق كنا نتحدث أنا وإياك حول المصالح الأمنية الإسرائيلية من قل قضية التأجيل أو تثبيت هذه الانتخابات بأن إسرائيل تبحث عن أمنها ومصالحها الأمنية إذا ما كان هذا التأجيل سوف يؤثر سلبا على الأمن الإسرائيلي فإن إسرائيل تريد الانتخابات وإذا ما كان تأجيلها وأن لا يكون هناك قوة غير معتدلة في رمالة هي التي تقوم بالحكم فإن ذلك سوف يكون من المصلحة الإسرائيلية بتأجيل هذه الانتخابات الأيام القادمة سوف يكون هناك المزيد من التحليلات العسكرية الإسرائيلية ولكن بلا شك بأن الجانب الإسرائيلي رسميا لغاية الآن لم يقل بأنه سوف يمنع الانتخابات في مدينة القدس ولكنه أيضا في المقابل لم يسمح لغاية الآن في الانتخابات السابقة 2005 كان هناك عشرة أيام نحن لا نتحدث عن قرابة 24 يوما أي أن هناك متسع من الأيام الجانب الإسرائيلي ترك الكرة الآن في ملعب رئيس محمود عباس ولم يتبنى مسألة لغي هذه الانتخابات وقبالة المجتمع الدولي إسرائيل سوف تتهرب من هذه المسألة سنبقى معك في متابعة